بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة السادسة والثلاثون بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان إخوة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب مرحبين بضيف البرنامج فضلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بارك الله فيكم وفي علمكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع بداية حفظكم الله هذا أحد الأخوة يقول قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ما هو الإحسان وما أثره في حياة المسلم بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الإحسان هو إتقان الشيء وإتمامه على الوجه المطلوب ويكون الإحسان بين العبد وبين ربه كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا هو الإحسان مع الله سبحانه وتعالى الإحسان بين العبد وبين الخلق وذلك ببذل الندى وكف الأذى وفعل الخير وهذا باب واسع وبالكلام الطيب قال تعالى وقولوا للناس حسنة ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ويكون الإحسان أيضا بين العبد وبين البهايم قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ويكون الإحسان باتباع المهاجرين والأنصار قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنهم اتباعهم بإحسان أي إتقان منهجهم وطريقتهم ومعرفة ذلك ثم تطبيق ذلك والعمل به على الوجه المطلوب من غير غلو وإفراط ومن غير تقصير وتساهل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الصالح هذا سائل آخر يقول ما المراد بالوسط في الدين حفظكم الله الوسط في الدين هو الاعتدال بين الغلو والجفاء يكون الإنسان معتدلا ولا يكون فيه تشدد وغلو ولا يكون فيه تساهل وتفريط فليعتدل في دينه كما قال الله جل وعلا بنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطهو طغيان هو الزيادة والتشدد أحسن الله إليكم أنتقل إلى أحد الإخوة الذي بعث بهذا السؤال يقول هل هناك أسباب لزيادة الإيمان أو نقصانه وما هو الإيمان الحقيقي نعم الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي الله جل وعلا قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدهده فالإيمان يزيد بالطاعة كل ما عملت من الطاعة فإنها تزيد في إيمانك وينقص بالمعاصي كل ما حصل معصية نقص بها الإيمان بحسبها حتى ربما لا يبقى منه إلا مفقال ذرة وضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فدل هذا الحديث على أن الإيمان له أعلى وله أدنى وأن له شعبا كثيرا بارك الله فيكم شيخ صالح هذا يقول هذا رجل يوسوس له الشيطان بوسوس عظيمة فيما يخص بالله عز وجل ويقول أنه خائف أن هذه الوسوسة وهذا التفكير يقدح في عقيدته عليه أن يرفض الوسوس ولا يلتفت إليها ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم الاستعادة بالله من الشيطان تطرده عنه بارك الله فيكم أنتقل إلى سائل آخر يقول ما حكم من يدعي علم الغيب وهل يمكن أن يتعارى صريح القرآن الكريم مع الواقع الذي يدعي علم الغيب كافر قال الله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله الله جل وعلا هو المختص بعلم الغيب عالم الغيب والشهادة وأما المخلوق فلا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه من الأنبياء والمرسلين لن يطلعهم الله على شيء من المغيبات لمصلحة الدعوة والهداية من عداهم لا يعلم الغيب نعم يقول هل يتعارض صريح القرآن مع الواقع أبدا لا يتعارض صريح القرآن والسنة مع الواقع الحقيقي فهذا لا يمكن لأن القرآن حكيم محكم متقن لا يمكن أن يتعارض مع الواقع الصحيح إنما يتعارض الواقع مع القرآن الواقع كثير منه يتعارض مع القرآن إذا خالف القرآن فإنه عارض القرآن فيلغى نعم أحسن الله إليكم هذا الشاب يقول أن له صديق تزوج وتبقى عليه من المهر ما يعادل خمسة آلاف ريال هل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ إذا كان معصرا بها ببقية المهر معصرا بدفعها وهو مطالب بها تعطيه من الزكاة نعم يقول سؤال الآخر عندي أحد العاملين من الشباب ويرغب الزواج هل يجوز أن أعطيه هذا الشاب من زكاة المحل الذي يعمل فيه؟ إذا كان محتاجا للزواج يخاف على نفسه من العنت ولا يستطيع الزواج فتعطيه من الزكاة ما يعينه على ذلك لأن هذا من الحاجات الضرورية نعم بارك الله فيكم هذا أحد الأخوة من المقيمين في المملكة يقول أنا لي دروس في خارج المملكة في بلادي ولكن أريد أن أتعرف على أكثر وأكثر فما هي شروط تحقيق الشهادتين؟ شروط تحقيق الشهادتين نفي الشرك الأكبر والأصغر الخلوص من الشرك الأكبر والأصغر فلا يتحقق الشهادتين إلا بترك الشرك الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد والشرك الأصغر الذي ينقص التوحيد نعم يقول بارك الله فيكم إذا لم أجد تجاوبا من الأخوة هناك في عدم زيارة القبور والدعاء عندها وكذلك زيارة النساء للقبور ماذا أعمل؟ بلغ عليك البلاغ ولا تيأس ولا تترك البلاغ بلغ واستمر على ذلك سؤاله الأخير يقول ما حكم من يستبطئ إجابة الدعاء من الله عز وجل نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم دعوت ودعوت فلم يستجب لي يدعو يكل الأمر إلى الله والله أعلم بمصالحه لتعجيل الإجابة أو تأخير الإجابة وقد يكون عدم الإجابة بسبب من العبد وذلك أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يأكل من الحرام ويدعو أن يستجاب له دعاء من تغذى بالحرام أو لبس الحرام فإنه لا يستجاب دعاءه كما في الحديث أحسن الله ليكم وفضلات الشيخ صالح هذا السائل يقول هناك جدل حول رؤية الله تعالى في يوم القيامة فما هو القول الصحيح في ذلك القول الحق في هذا ثبوت أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها شحاب كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة الزيادة هي رؤية الله عز وجل قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أنظروا إلى الله عز وجل وفيها نظارة وحسن وبهاء لوجوه أهل الجنة ومرون ربهم وهذا متواتر الكتاب والسنة من أنكره كفر نعم أحسن الله إليكم هذا يقول ما صحة من يقول إن الله في كل مكان وأنه في قلب العبد المؤمن هذا حلولي والعياذ الله لا ينزه الله عن المواطن القذرة والبقاع النجسة الله جل وعلا في السماء فوق العرش في جهة العلو من لم يعتقد هذا فهو كاف قال إن الله في كل مكان أو ينفي عن الله العلو على عرشه هذا مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين وهذا يسمى بالحلولي إن الله حال في كل مكان نعم أحسن الله إليكم هذا بعث بهذا السؤال يقول يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هل هذا يشمل أيضا العطية والهبة؟ لنعم الأولاد إذا أعطيتهم فسوي بينهم تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ولا تحرم بعضهم تعطي البعض الآخر على صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم نعم يقول ما حكم أيضا حرمان المرأة من الميراث هذا حرام ولا يجوز ظلم هذا ظلم للمرأة وهذا فعل الجاهلية أهل الجاهلية كانوا يمنعون المرأة من الميراث والطفل الصغير فالله جل وعلا أعطاهم حظهم من الميراث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إما قل منه أو كثر نصيبا مهروضا الله جعل للنساء نصيبا من الميراث وجعل للأطفال والصغار نصيبا من الميراث نصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين وجعل للإخوة والأخوات نصيبا من الميراث قال تعالى وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثين وللوالدين أيضا نصيب من الميراث الأب والأم كل له نصيب من الميراث مقدر إما فرض وإما تعصيناه أحسن الله إليكم هذا أحد الإخوة بعث إلى البرنامج بهذا السؤال يقول قال الله عز وجل وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يقول كيف نجمع مع الحديث الشريف بما معناه أن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به نفسها والخطرات في القلوب والنفوس داخل النفس نعم هذا لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة كان الله يحاسبهم عما في قلوبهم من الأفكار ومنه هذا الشعب قل من يسلم منه فأنزل الله جل وعلا بعد ذلك أو له تعالى لا يكله الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فهانت هذه الآية ناسخة للآية التي قبلها أحسن الله إليكم هذا السائل آخر يقول هل يجب وصول الماء عند الوضوء إلى جلد اللحية أم يكفي مرور الماء على اللحية تخليل اللحية لحية إذا كانت سثيفة ساترة لما وراءها يكفي غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطني أما إذا كانت اللحية خفيفة يرأى الجلد من ورائها فلا بد من غسلها وغسل الجلد معها ينتعرك بالماء حتى تتبلغ نعم بارك الله فيكم هذا السائل آخر يقول ما هي الأمور التي يفعلها الإنسان إذا ولد له مولود وهل الأولاد فتنة في الحياة إذا ولد له مولود يحمد الله جل وعلا على ذلك ويبادر باتماس الاسم الحسن له يسميه باسم حسن ويذبح عنه العقيقة للذكر شاتان وللأنثى شات واحدة وإذا بلغ سن التمييز يربيه على العبادة والطاعة مروا أولادكم بالصلاة لسبع ورقوهم عليها لعشر أرقوا بينهم في الملاجع في يربيه ويؤديبه ويحسن تربيته وتأذيبه على الدين والخير والمروءة والأخلاق الحسن هذا واجب الأولاد على والديهم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول قال الله عز وجل وابتغوا إليه الوسيلة ما هي الوسيلة وما هي أنواعها والتوسل والتشبه وما حكم التوسل بغير الأنبياء والصحابة وإلى ذلك الأولياء الصالحين تغويله الوسيلة أي القربة ما يقربكم إلى الله الوسيلة هي القربة والعبادة والطاعة هذه الوسيلة التي تقرب إلى الله سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأما التوسل بالأشخاص فلا يجوز التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين هذا أمر لا يجوز مبتدأ لأن الله ما أمرنا بذلك فلأمرنا بعبادته سبحانه وتعالى ولم يأمرنا أن نتوسل إليه بفلان أو علان نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول إذا دخل المصلي في صلاة الجمعة هو الإمام يخطب وسلم هل نرد عليه بالسلام لا لا يجوز له أن يسلم ولا يجوز للذين يستمعون الخطبة أن يردوا عليه بل يتركونه نعم بعض الناس من المصلين يستعملون المسواك والخطيب يخطب يوم الجمعة فما الحكم كذلك هذا حركة والواجب الإنصات للخطيب يقطع الحركة والانشغال عن الخطيب نعم هناك أيضا نرى في الحرام المكية الشريف هناك من يطوف الإمام يخطب فما حكم ذلك لا بأس بذلك لا بأس بالطواف والإمام يخطب يستمع الخطبة وهو يطوف نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول ما هي الأشياء التي يجب تعليقها بالمشيئة والأمور التي لا ينبغي تعليقها بالمشيئة كل الأمور يجب تعليقها بالمشيئة أشاء الله كان وما لم يشاء لم يكن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى عيسى هناك شيء لا يعلق بمشيئة الله نعم أحسن الله إليكم سؤاله الآخر يقول هل الجن يعلمون الغيب؟ لا أحد يعلم الغيب إلا الله لا الجن ولا الإنس ولا الملائكة لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم رضيلة الشيخ صالح هذا يقول هل الدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟ نعم الدعاء يعالج به القدر يعالج به القدر وهو من القدر فيعالج القدر بالقدر الذي قدر القدر أمرنا بالدعاء ووعدنا أن يستجيب لنا هو من قدر الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم إذا كان القدر سابقا فما العمل؟ القدر من شأن الله عز وجل والعمل من شأنك أنت وأنت عندك قدرة على العمل واختيار وإرادة ومتمكن من العمل فأعمل ما يختص بك قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له نعم وهل هناك فرق بين القدر والقدر؟ لا فرق بينهم القدر والقدر بمعنى واحد نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر بعد أن استعصت كل الحلول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يجوز استعمال السحر في أي وجه من الوجوه لأنه كفر لأنه كفرا بالله عز وجل لا يجوز تعاطي السحر ولا التداوي به ولا فعله لأجل الجمع بين الزوجين كله ممنوع تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ومنه كما قال العلماء الصرف والعطف الصرف الزوجة عن الزوج أو عطف الزوج عليها هذا من السحر نعم أحسن الله إليكم فضلت الشيخ صالح يقول السائل هل أسماء الله تعالى محصورة بعدد معين مثل 99 اسم فقط؟ أسماء الله غير محصورة ولا أعلمها إلا هو وكما في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فهناك أسماء لله استأثر الله بعلمها ليست محصورة وإنما هذه التسعة والتسعين التي جاءت في الحديث من أحصاها دخل الجنة من أحصاها دخل الجنة من أحصاها يعني عرفها وعرف معناها وعبد الله بها ودع الله بها ولله الأسماء والحسن فادعوه بها نعم أحسن الله إليك الشيخ صالح نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يسأل يقول من أبتلي بالغضب وكثير الغضب على أبنائه وعلى عائلته ماذا يعمل بارك الله فيكم؟ يعمل ما أمره الله به وإما ينزلنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فيعالجه بالاستعاذة بالله عز وجل تجادل رجلان أو تخاصم رجلان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم غضب أحدهم على الآخر اشتد غضبه قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد عوذ بالله من الشيطان الرجيم فذهبوا إلى الرجل الغضبان وقالوا له كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذهب عنه الغضب نعم أحسن الله إليكم هل الطلاق قع من الغضب؟ الطلاق هذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية نعم بارك الله فيكم وفي علمكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى هنا وناتي إلى اختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ دكتور صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء جزى الله الشيخ صالح خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعونا أحسن في الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبدالكريم جويبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته